اشتركوا في القناة وأخواتي من أهم ما ينبغي الانتباه إليه فيما يتعلق بالحياة الأسرية أن يكون هناك ولاء لهذه الأسرة لماذا؟ لأن الأسرة في تقديري هي مملكة صغيرة كمثل هذه المملكة الكبيرة ولذلك الأسرة تتكون من زوجين وتتكون من أولاد وتتكون من بيت وأرض هذه مملكة في واقع الأمر فالله جل وعلا جعل قيادة هذا البيت لهذا الرجل قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله المرأة مسؤولة أيضا مسؤولية كبيرة بل إن المرأة تمثل العمود الفقري لهذا البيت ولذلك جاءت الشريعة فكلفتها بتكاليف وأسقطت عنها بعض الواجبات لماذا؟ لأنها تقوم بمهمة عظيم فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة وهناك أمور كثيرة أسقطتها الشريعة عن المرأة لماذا؟ لأجل الدور الكبير الذي تقوم به في الأسرة كذلك الأولاد يشتركون في هذه المهمة العظيم إذن الأسرة مملكة يجب أن يكون هناك ولاء لهذه المملكة كما أن من يسكن أرض هذه الدولة يجب عليها أن يكون لديه ولاء لهذا الوطن كذلك هذه الأسرة هي المملكة الصغيرة يجب أن يكون هناك ولاء لهذه الأسرة هذا الولاء لا يمكن أن يكون أو يولد هكذا صدفة أو هكذا يمنح من دون فهم لأدوار الأسرة فهم لدور كل فرد من أفراد الأسرة في بيته ولذلك من أهم ما يجب معرفته حتى يكون هناك ولاء أسري أن يعرف كل فرد من أفراد الأسرة الدورة المنوط به فالزوج هو القائد لهذه الأسرة هو ولي أمر هذه الأسرة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم والمرأة هي المساعدة لهذا الزوج في قضية إدارة دفة الأسرة عندما تختلط الأدوار وتتبادل أفراد الأسرة الأدوار سيختل ميزان الأسرة وهذا بالمجزوم المحقق سيختل ميزان الأسرة ولا يمكن أبدا أن يرسوا أصحاب هذه الأسرة إلى بر الأمان بسفينتهم ولذلك من المهم جدا أن يعرف كل فرد من أفراد الأسرة دوره المنوط به الذي سيسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة الأمر الآخر من المهم جدا لأفراد الأسرة حتى يكون هناك ولا الإصلاح داخل الأسرة وعدم ترك الأمور هكذا من دون إصلاح فسواء كان إصلاحا معنويا أو إصلاحا حسيا البيت الآن إخواني وأخواتي إذا حصل فيه شيء من الخلل ولو ترك أصبح خرابة إن صح التعبير كذلك الأخلاق والقيم والمبادئ التي تكون في البيت إذا تركت وأهملت ستخرب القلوب والصدور فمن المهم جدا أن يكون هناك إصلاح بمعنى أن من يقود دفة هذه الأسرة أن يكون له دور كبير لأن هذا بالمجزوم أنه سيعطي ولاء لهذه الأسرة بخلاف ما لو تركت الأمور هكذا من دون تنبيه ولا إصلاح ومن دون رعاية من قبل رب الأسرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض وجود الأخطاء في البيت صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن أبي سلم يقول لما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء وطاشت يده في الصحفة قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك يقول عمر فما زالت تلك أكلتي فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى مثل هذا الموضوع الذي بالنسبة لنا هو مجرد يعني أمر يسير كيف ببقية الأخلاق والسلوكيات التي يمارسها أصحاب البيت المسألة الأخرى إخواني وأخواتي من المهم جدا أن يكون هناك رحمة وحنان في داخل البيت لأن هذا يدفع أفراد الأسرة إلى الولاء ودائما سبحان الله العظيم وهذه سنة في خلق الله وعباده أن الإنسان يصبح أسير الإحسان يقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان النفس البشرية مجبولة ومطبوعة على محبة من أحسن إليه فمن المهم جدا أن يكون هناك رحمة أن يكون هناك عطف أن يكون هناك رأفة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وأجمل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت ترفرف في جنباته الرحمة كان رحيما صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه التربية مع هذه الإشكالات التي يتعرض لها الناس في منازلهم وفي بيوتاتهم لا بد أن تكون الرحمة حاضرة لأن هذا يدفع أفراد الأسرة إلى الولاء للأسرة بخلاف الأسرة التي يعني ينزع مثلا الوالد أو الوالدة إلى القسوة وإلى يعني الغلظة وإلى الانتقاد الدائم لكل شيء سواء كان يعني حتى في الأمور الطبيعية المباحة أعتقد بأن هذا يبعث نفرة في نفوس أفراد الأسرة وربما يجعلهم يغردون خارج سربة الأسرة ولذلك الولاء الأسري إخواني وأخواتي مهم جدا وهذا لا يتأتى إلا من خلال جملة من الخطوات ذكرت أنا أهمها والناس بالتجارب يكتشفون كثير من الأسباب التي فعلا تدفع إلى الولاء الأسري وفقنا الله وإياكم لكل خير وأسأل الله تعالى أن يبارك في الأعمار والأعمال ألتقيكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله السلام عليكم